كيف نواجه الملخفضات ستوضع على الطاولة في المجلس التنفيذي وأيضاً نحن مقبلين على يوم الانطلاق انطلاقة حركة الفتح إن شاء الله في تجهيزات كاملة عند المجلس التنفيذي للمشاركة الفاعلة كون هذه المرة هي رسالة سياسية وواضحة جداً ستكون أمام العالم بهذا الحجد الجماهيري لمبايعة فخامة الرئيس وأيضاً نحن في عنا اليوم مجلس الوزراء ستكون قرارات صعبة في هذا الاجتماع جاهزيتنا في المجلس التنفيذي لتنفيذ هذه القرارات وأهم هذه المواجهة مع الإسرائيليين في اللعب في ساحتنا وفي ملعبنا الاقتصادي خاصة فيما يتعلق في قراراتهم الجائرة في وقف الاستيراد لبضائعنا إذا هم بدون تحدثوا عن الاتفاق الاتفاق لأوسلو هو ينص على الاستيراد بشكل واضح وبالتالي هم يلجأوا إلى وسائل ضغط على شعبنا الفلسطيني أيضاً سيناقش كافة المسائل الأخرى في المحافظة وخاصة كم نفذنا من الخطة الاستراتيجية وكم استوعبنا نتائج التعداد ومؤشرات مهمة جداً في التعداد لاتخاذ بعض القرارات ومسائل الأخرى رحمة الله على الشهداء والاحتلال هو الذي يتحمل كل هذه القضايا قضايا العنف المتبادل هو المسؤول الأول عنها وبالتالي هو كل إجراءاته اللي اتخذها في الفترة الأخيرة في هدم البيوت وهذه الإجراءات اللي صارت مع آل عالوي مرفوضة ومستنقرة وبشكل دائم والنموذج الذي حصل في ضاحة الشويكة هو نموذج رائع في التعاون والتعاضد فيما بيننا نماذج نادرة ومحترامة جداً إن شاء الله أن تكون تقليد لشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر